بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلاب طلاب الصف الاول الاعدادي اهلا بكم مع حصة جديدة من حصص مستر ساينز مع مستر شريف الهوالي هنكمل لأولاد الدرس بتاعنا اللي هو ليسون ثري يونيت وان كنا وصلنا الحصة اللي فاتت لحد الجزء الخاص اللي هو اللو نشوفوش طبعا الحصة دي الاول الا ما نشوف الحصة اللي فاتت كويس جدا وتذكروها اه تعالوا بقى النهاردة هنتكلم عن ايه انواع انواع الكميكال ياولاد احنا السنة دي هنتكلم عن نوع واحد بس اللي هو النوع اللي يقول لي اسمه ياولاد اسمه دايريكت دايريكت كومبنيشن ريكشن دايريكت كومبنيشن ريكشن اللي هو بيسموه باسم اتحاد مباشر يبقى النوع ده ياولاد من اسمه كده واضح ان انا عندي مادة اسمها ايه عملت ريكشن مع سابيسن ستاني اسمها بي تمام عشان يطلع لي سابيسن سميناها باسم اي بي هل هنا فيه شغل ولا لف وكده واجابات طلع بطريقة مختلفة شوية وهتطلع بتي مستر لا لا هو اسمه دايريكت كومبنيشن ريكشن يعني اتحاد مباشر اي بلاس بي ايكوال اي بي تمام كده طيب فيه منها انواع اي مستر بس الاول نقول الديفنيشن بتاعها يعني دي بتشمل اتحاد ما بين مادتين او اكتر عشان تكون لي كمباوند جديد تمام كده اعظون الديفنيشن واضح من الرسمة دي من الصورة دي reaction between two or more substances مادتين او اكتر to form new compound طيب انواعها اي باي ولاد types of direct combination reactions في منها combination of element with another element element حاجة صغيرة كده حاجة واحدة مع element تاني زيه حاجة واحدة تانية او النوع التاني اللي هو بيكون combination of element with another element يعني عندك element عمل reaction مع compound حاجة واحدة هي صغيرة هي element عمل reaction مع compound جدير النوع التالت اللي هو combination of compound with another compound اه هنا بقى المرة دي compound مع compound تاني طبعا ادي مركب هو compound مع compound تاني مختلف عنه تمام عشان يطلع لك مادك دي تبصوا element with element element with compound compound with compound يلا نمسك نوع نوع ونشوف الى examples اللي علينا والمقرر علينا في الجزئية دي اولا نبدأ اول حاجة اللي هو reaction between elements طبعا اللي هو element with another element بس هناخد الاثنين element الاول بيكونوا ايه two non-metals يعني two elements دول نحهم non-metals وطبعا عارفين كويس قوي يعني non-metals يعني ما يعملوا reaction مع بعض يعملوا covalent bond يعني اتفاقنا انه هي the bond between two non-metal elements طيب يا مستر يبقى نشوف الى examples اللي عندنا مش هيجي غيرهم يا ولاد ما تقلقوش ركزوا اللي هو reaction اللي هو الكاربون طبعا which is non-metal join with oxygen اللي هو برضو non-metal الكاربون اللي هو c6 لو تفتكروا لو انا جيت اوزعه two four electronic configuration يبقى non-metal فعلي يا مستر وعندنا الاكسجين او ايت الاتوميك نمبر بتاعه بوزعه two six برضو يا مستر non-metal اللي احنا قلنا ان five six seven يبقى non-metal طبعا الفور الكاربون بعتبره من ضمن non-metals طيب ادي الكنين دول non-metals غيرت هيكون لك ايه سي بلاس او تو سي او تو اظهر ما فيش اسأل من كده يا ضايرة انت فعلا element مع element طلع لي compound وزهل جدا اسمه سي او تو طب اجزامبل تاني والله عندنا كمان في النوم متل مع نوم متل elements عندنا الهايدروجين اتش تو وز كولورين سي ال تو ادي نوم متل ودي نوم متل يوم يطلع لي حاجة اسمها هايدروجين كورورايد يا مستر هو احنا ليه كتبنا اتش سي ال عشان احنا ماخديني كاميكا الفورميلة لو افكركم تاني بالحصة دي الهايدروجين مونو فيلنت اخر وان والكلورين اخر سيفن يعني جين وان يبقى الفيلنس بتاعه وان برضو فلازم الرمز غصبا عني يكتب اتش سي ال اتش سي ال يبقى هتبقى non-balance يا مستر هنحط بقى تو دي بره كده عشان كده عشان يبقى عندك اتش واتنين سي ال وهنا برضو اتنين اتش اللي هما الرياكتنس واتنين سي ال طيب طبعا انت كتب من كترة اقرارك يا ولاد خلاص انت تكتبها كتير يبقى انت هتحفظها خلاص بالتوهات بتاعتها بكل حاجة تمام كده ده اول اجزامبل اللي هو elements with element element with element اللي هو non-metal element with non-metal element طيب فيه كمان اللي هو بيكون combination of metal with non-metal ايه مستر ده ده مرة دي هيعمله ionic bond لان احنا اخدنا ان ionic bond between metal and non-metal بالظبط كده زي الاكزامبل المشهور اللي اتكرر طريبا معنا دلت بتعملاتين ثلاثة اللي هو الماجنيزيام طبعا اللي هو metal join with oxygen اللي هو non-metal to form magnesium oxide برضو ده direct combination reaction magnesium ادي الورد طبعا equation ايه المعدل اللي بالكلام اللفظية ماجنيزيام بلاس اوكسجين ايكوال بايهيت ماجنيزيام اوكسايد يعني 2mg بلاس او او ادي مثل مع element تاني non-metal عشان يكون لي 2mg او مستر انا لحد دلوقتي ما بعرفش افرق من element وال compound طيب مفيش مشكلة لما تلاقي يعني الامي جي اولاد لما تلاقي المادة بتاعتك او السابسنسي بتاعتك بتكاوم الحرفين الاول كابتل والتاني small يبدأ element ده كده مادة واحدة بس اسمها مركب عايز انا نكون واحد مسلا اسمه ايه علاء الدين مسلا يبدأ اسمه مركب صحة يا له نفس الكلام هو الماجنيزيام دوت الرمز بتاعه امي جي محدش يفتك ان الامي ده ده رمزي والجي ده رمزي وحاجة تانية لا 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 ده هي حاجة واحدة اده من الاول كابتل والتاني ايه small لكن بصلي بقى الناحية التانية الحرفين ده كابتل هم ياولاد امي جي ومكبر لك القوة ده يعني معناه ان ده element وده element ايه تاني يبقى على بعض هم الاتنين باسمهم compound فاهمنا يعني الكمباوند ياولاد من different elements elements مختلفة ده الناس بس اللي لسه مطلقبات لحد دلوقتي طيب نكمل النوع الثاني من من ال combination reaction من direct combination reaction اللي هو ياولاد combination between elements with a compound نكبر بقى شوية كان هناك element with element المراضي element وهذه a compound طب يا مستر مين الى example اللي عندنا عندنا ال example او example number one اللي هو ال oxygen react with carbon monoxide اه تدرينا بقى بالاسمائي يا مستر الكبيرة دي اللي هي المليانة شوية دي اللي هي carbon monoxide واضح جدا انه هو compound عشان يطلع ايه producing carbon dioxide طبعا ال reaction بتاعنا هو ياولاد نتضرب عليه 2CO ده مين ده 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 ال compound هو اللي هو carbon monoxide مونو يعني واحد plus O2 اللي هو ال oxygen ده ال element هو ادي فعلا element يا مستر مع compound ويطلع علي طبعا 2CO2 اللي هو carbon dioxide مستر عايزين يتأكد ان هي balance نورا لا تعالوا نشوف كم carbon 2 وشوف كده products 2 يا مستر برضو طيب كم oxygen ادي 2 ودي كمان 2 ادي كده 4 في ال reactance بروح بعد السامي بقى 2 وبي 2 oxygen هنا يا مستر يبقى 4 برضو كده فهمنا ياولاد انا بلاجه معاكو عشان تفتكروا يبقى ده ال reaction اللي هو مين اللي هو ال element with the compound اللي هو ال example اللي عندنا carbon monoxide مع oxygen gas طب النوع التاني ال example التاني اللي اللي هو ال nitrogen monoxide شبهها بالضبط يا بلاج شبهها بالضبط اللي اتنين شبهها بعض بس بدل C خليتها N يعني اللي احفظ واحدة كأنك حفظ اتنين ال واحدة باتنين خلي بالك يبقى ال nitrogen monoxide اللي هو 2NO ادي ال compound بتاعنا plus oxygen gas اللي هو O2 ادي ال element عشان يطلع لي طبعا بس هنا مفيش heat خلي بقى عشان يطلع لي ال nitrogen dioxide gas اللي هو NO2 اه وده بيكون ياولاد لونه reddish brown يعني لونه بني محمر لكده الغاز اللي طالع ده اللي هو ال nitrogen dioxide ده لونه بني محمر طب يا مستر السؤال ممكن يجينا زي في الامتحان في الجزء دي ممكن يقول لك في الامتحان ويجيب لك 2NO plus O2 هطلع عضنتها 2NO2 او ممكن يجيب لك ال reaction نفسه محلول وكل حاجة ويقول لك mention the type of each reaction طبعا هتقول لي direct combination element with compound طب اللي فاتت direct combination reaction element with element فهمنا كده يبقى هو هينوع لك الاسئلة المهم هي تكون حافظي بتاعتك انا مش طالب منك غير انك تمسك وراء وقلم وتكتبها مرة تمام تنقلها مرة وايكاها تخبيها بايدك واكتبها انت مرتين ان شاء الله تتحفظ على كم بس ما تقومش في دماغك ما تكرق ما تركمش الشرح عليك عشان خاطر تقدر تتابع معي وان شاء الله بإذن الله تجيب اعلى درجات في science ان شاء الله النوع التالت من direct combination reaction اللي هو المراتي يا ولاد compound with another compound المراتي compound with another compound نكبر بقى خالص المراتي حاجة كبيرة مع حاجة كبيرة compound with another compound طيب اشهر مثال يا ولاد والإجزامبل ده مش عايز اقولكه هو بيتكرر دي في الانتحان هيقولك في الانتحان كده what happened what happened بصعصورة كده معي what happened when you close كده هنا بمعنى تقرب when you close a glass road glass road with with hydrochloric acid جاب شايفين الصق اللي في ايد الراجل ده يا ولاد التيتشار ده الصق دي حطاه في الهيدركلوريك اسيد يعني دلوقتي غير انا هييدركلوريك اسيد طب وحطت في التيوب هنا ايه حطت الامونية اللي هو انه شادر طب وبعدين عمل ايه يا مستر اول ما قرب يا ولاد الارود اللي هي طبعا white with hydrochloric acid concentrated كونكي يعني concentrated مركز اللي حصل طلعت زمان شايفين كده سحابة لونها ابيض white cloud white cloud السحابة دي جاي من ايه من مادة اسمها امونيوم كولورايت امونيوم كولورايت طب السؤال يجيلي ازاي في الانتحان هيجيلك الرسمة دي ويقولك ان هنا في concentrated hydrochloric acid ويشاولك تحت ويقولك ان هنا في امونيا جاس ويقولك what is the name of the produced gas عايز اعرف اسم الجاس اللي طالع ده تمام and dimensioned secular هتقوله مين اللي طالع هتقوله امونيوم كولورايت هو اللي هيخرج اللي هو عبارة عن white clouds what is the type of reaction ايه نوع الرياكشن ده تقولي يا مستر تلما نستنى نشوف كده نكتبها ازاي احنا نعرف الرياكشن نوع ازاي تعالوا نشوف انا هكتبها قدام كله عشان تبراه شايفين الامونيا اللي هو nh3 عشان اعلمكم ازاي التم بلاس الhydrochloric acid اللي في ايدر الانتتشار ده يولاد اللي هو hcl هل ده element يا نهارا بي ده يا مستر ده كله element ده نيتروجين وعندك ثلاثة hydrogen ده compound يا مستر بالضبط كده يبا ده compound تمام يا ولاد طيب هل ده element لا يا مستر طبعا ده hydrogen ومعه كلورين هل ده سيميلر ده different يا مستر يبا ده compound برده يبا ده reaction بتا عمين يا ولاد compound وده compound ادي جاوبنا سؤال اوه من مجرد بس انت تكتب ال equation في امور جديدة تفتح قدام عينيك يا ولاد وتفهمها اكتبها عشان تشوف هل هو element ولا compound ولا ايه بالضبط فده طبعا compound with compound n h3 plus h cl يارا نحلها بصوا بقى سهلة جدا n h3 خدلي ال h دي عليهم يبا نه ايه نه ايه نه ايه نه ايه نه ايه ايه نه ايه 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 زي لو تبتكروا دي راديكال اللي احنا اخدناها في الراديكال في التيبل كاتل هي الوحيدة اللي هو طبعا الكولوريني ما ده اللي هو عبارة عن في منتهى الاهمية الرياكشن ده ولاد طبعا شرط الرياكشن هنا ان ده مركز تمام يا ولاد يبقى اللي احنا قلنا ده هو الرياكشن او النوع التالت من الرياكشن اللي هو فاهمين الصورة ممكن تيجي لك ازاي في الامتحان ممكن يجي لك اكوشن وانت تكملها عادي خالص انت جاهز في اي وضع طالما يا ولاد اللي انت كتبت بالتوفيق لكم ان شاء الله المرة جاية هيكون معنا مع يونت جديدة هنحاول نعمل حصة بس مباشر نحل فيها مع بعض اسئلة اللي انتم مش عارفينها اي سؤال انتم مش عارفينه وعلموا عليه في المعاصر كده عشان انتم بتكتبولي في التعليقات وانا اجاوبكم عليه ان شاء الله هنعمل حصة كده مدة طويرة شوية ونقض مع بعض فيها نحل الاسئلة بتاعت اه كتاب المعاصر اه من الثاني بس اشوف ان شاء الله انتكون لنا نكون موافقين على الحصة ويكون معاد مناسبة انا هحدده مساء ان طبعا عشان تكونوا متابعين وان شاء الله نحل الاسئلة عشان نكون يعني يونت وان دي بالنسبة لنا سهلة جدا ونفاش اي مشاكل بالتوفيق ليكم ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونشترك في صفحة مستر ساينس على الفيسبوك وكمان نحمل تطبيق مستر ساينس عشان تسألوني فيه اونلاين اي اسئلة انتم عايزنا بتوفيق ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته